قال رحمه الله والحذر الحذر من التعصب للأقوال والقائلين وهو أن يجعل القصد من المناظرة نصر القول الذي قاله أو قاله من يعظمه فإن التعصب مذهب للإخلاص مزيل لبهجة العلم معمل للحقائق فاتح لأبواب الخصام والحق كما أن الإنصاف هو زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح ثم ينبه الشيخ لما ذكر مسألة المناظرة والنقاش والحوار نبه على مسألة مهمة وهي أن يحذر الإنسان من التعصب لغير الحق إما أن يتعصب لنفسه أو يتعصب لشيخ معظم عنده يحذر من ذلك أشد الحذر تعصب من التعصب للأقوال والقائلين للأقوال والقائلين وهو أن يجعل القصد من المناظرة نصر القول الذي قال أو قاله من يعظمه هذا هو التعصب إذا قيل ما هو التعصب أن يجعل قصده من المناظرة ماذا أن ينتصر القول الذي يقوله هو أو يقوله من يعظمه عرفنا الآن قبل قليل طريقة الإمام الشافعي رحمه الله لا يبالي أن يبين الله الحق على لسانه أو على لسان من يناظره فيحذر الشيخ في هذا الباب باب المناظرة من التعصب للأقوال والقائلين إذا قيل ما هو التعصب قال هو أن يجعل القصد من المناظرة نصر القول الذي قاله أو قاله من يعظمه فإن التعصب انظر الآثار التي ترتب عليه فإن التعصب مذهب للإخلاص مذهب للإخلاص لأن الآن المرء الذي تعصب ما انتفت لمسألة ظهور الحق وقيام الحجة بالبرهام من كتاب الله لم ينظر إلى ذلك وإنما نظر للقول الذي يرى فمذهب للإخلاص مزيل لبهجة العلم العلم له بهجة وله نظارة وله جمال فإذا أصبح المتناظران أو المتناقشان أو كل ما همه نفسه ذهبت بهجة العلم بنور العلم والآفة الثالثة مؤمن للحقائق ما يصبح الحق ظاهر ولا بين لأن كل متعصب لماذا؟ لرأيه ليس متعصباً للحق وأيضاً فاتح لأبواب الخصام فاتح لأبواب الخصام وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم وأيضاً أبواب الحقد يصبح في النفوس في النفوس آفة الحقد والضغينة إمام مالك رحمه الله يقول المراء يقصي القلب ويورث الضغن يعني الضغينة والحسد والحقد قال الشيخ كما أن الإنصاف هو زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح كما أن الإنصاف هو زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح في مسألها تتعلق بهذا الموطن نبه عليها الحافظ بن رجب قد تخفى على كثير من طلبة العلم قد تخفى في هذا الباب على كثير من طلبة العلم يقول الحافظ بن رجب وهنا أمر خفي ينبغي التفط له وأن كثيرا من أئمة الدين يعني العلماء الأكابر قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه فيه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور موضوع مثل ما عبر عنه خطأ فيه ولا يكون المنتصر لمقالته يعني من أتباعه لا يكون المنتصر لمقالته لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة لأنه قد لا ينتصر لهذا القول لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكوم متبوعه قد قاله بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله لكنه لما كان قول متبوعه ينتصر له على أي حال لما قبله ولا انتصر له ولا والا من وافقه ولا عاد من خالفه وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه وليس كذلك فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علومة متبوعه وظهور كلمته وأنه لا ينسب إلى الخطأ وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق فافهم هذا فإنه فهم عظيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم